الأخ صلاح خضراوي خضراوي يمكن يقول ليس بين السنة والشيعة مشكلة في التقارب المشكلة يصنعها يوميا الوهابية أنا طلبت منك أكثر من مرة يا أستاذ أحمد أن تهتم بانحرافات الوهابية ولكنك لا تستجيب وهو موضوع يمكن أن تفيد به وتساهم في بيانه وإساءتها لكل المسلمين لا شك فيه ولا شك أنك درست كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب أنا قرأت هذا الكتاب وكتبا كثيرا لمحمد بن عبد الوهاب والله عقيدتهم مسيئة للرسول الأكرم ولسنة الرسول الأكرم وللصحابة والتابعين أما الشيعة فكفار عندهم ويستتابون أو يقتلون حقيقة هي فرقة كالخنجر في خاصرة المسلمين جميعا أما السنة الأشاعرة فهم أخوة المسلمين الشيعة ويلتقونا في مستوى عالي من العقائل أنا عندي ملاحظة على هذا الأخ أيضا نفسي شيء مشكلة عند بعض المتطرفين السنة اللي كانوا يعممون وهذا الأخ الوهابية أيضا يا أخي العزي أنا درست الوهابية وقرأت تقريبا كل كتبهم كل كتب محمد بن عبد الوهاب والدرر السنية وعندي مكتبة خاصة عنهم في تطور يعني في فترة النهوض وتأسيس الدولة كانوا مو بس يكفرون الشيعة حتى يكفرون حنابلة أيضا كان يكفرون وحتى عندما احتلوا مكة دعوا أهل مكة إلى الإسلام هكذا كانوا ينظرون وأخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الوهاب انتقد الأنف والتكفير اللي كان موجود عندهم وسوى ثورة تقريبا علامة ولكنها لم تنجح كان بثورة كان قاضي هو قاضي معتدل وكان في حنابل معتدلين وأيضا يعني في فترة معينة كانوا متطرفين فما تقدر أنت من الكتب اللي كتبها فلان واحد قبل 200-300 سنة تحكم عن ناس الآخرين الآن لو تروح للسعودية تقولوا أنت وهابيين قولك شنو هي الوهابية مين عرفت الوهابية احنا مو وهابيين ويرفقون استخدام كلمة الوهابية في ناس كان يفسخرون فيها ويعدم أشعار وقصائد عليها وفيه يعني فيه كأي حركة اجتماعية مثل الشيعة يعني الشيعة الشيخ المفيد كان يكفر من لا يؤمن بالإمام المهيد ولكن الشيعة الآن من لا يؤمن بالإمامة كلها ما يكفروا فيختلف يا أخي العزيز فلا تنظر إلى الوهابية ما تسمين وهابية نظرة واحدة على مدى الزمان قرأت لك كتب أنت قبل 200-300 سنة لا يعني أنت تنظر للواقع الآن الشيعة في السعودية هل الحكومة السعودية أو الوهابية يكفروهم يستباحون دمهم يقتلوهم لا عايشين مواطنين عاديين في ظلم في إساءات أنا معاك ولكن ليس بهذه الصورة في خلافات سياسية ربما في أشياء تحدث الخلاف ولكن لا تعمم لا تقول أن الوهابية هكذا هم ضد الشيعة ويكفر فيه ناس متطرفين معهم حتى الآن الناس اللي يستخدمون كلمات التكفير اتهام الشيعة بالمجوسية أو أي واحد اختلف معهم هذا فارسي هذا مجوسي هذا ليس صحيح أنا دائما أحذف هذه التعليقات وأطلب من عندهم عدم استخدام هذه الكلمات لابد أن يكونوا موضوعيين معتدلين وفيهم ناس معتدلين وفيهم ناس متطرفون فلن نخلط بياناتهم حقيقة يعني شوفوا حتى داخلهم خلينا نقول الحركة السلفية هم ما يقبلون نقول وهابية الحركة السلفية سنة 1400 عندما احتلوا الحرم وطلع واحد اسمه المهدي وطالبوا بمبايعته كانوا يكفرون يكفرون الحكام السعوديين يكفرون المشايخ السعودية الكبار العلماء فهناك تكفير نعم حتى في داخلهم ولكن ليس دائما ليس في كل وقت فتجي أمواج مواجة تروح مواجة تجي مد وجزر لازم ننظر نحن الآن عامة هؤلاء السلفيين عامة أهل السنة الموجودين بالسعودية مثلا أو الحنابلة هل هم يكفرون الشيعة؟ هل هم إذا كفروا الشيعة ليش يسمحوا لهم بأداء الحج مثلا شو يتفكر في الموضوع ما فيه تكفير يعني أحياناً تصدر فتاوى لما يكون فيه صراع سياسي مشتد وكذا تطلع أيام الفتنة اللي مرت بالعراق قبل 15 سنة في 2005 و2006 صدرت بيانات من بعض المشايخ السعودية بتكفير الشيعة صدرت نعم أنا ما أقول لك لا ولكن لا تعمم حتى الشيخ محمد ابن عبلوهاب يمكن لو تدرس تاريخه تشوفوا أحياناً كان يكفر أحياناً كان يتراجع عن التكفير فمو شي دائماً شي واحد وبهذا أختم لأنه التعليقات كثيرة عندنا بالحقيقة أقول يعني يجب أن نتأنى في حكمنا على الآخرين لا نعمم وننظر إلى التطور الحاصل والذي يحصل الآن وننظر إلى الناس على أرض الواقع ما ننظر إلىهم من خلال الكتب من خلال الكتب الشيخ المفيد ولا الشيخ الكليني أو الشيخ محمد بن عبد الوحاب فيه كتب فيه ناس أو ناس يجون يقولون قال إمامهم الجزائر هو منهم فالشيخ كتب له كتاب مثلاً كان متطرف فلا يعني هذا الشيخ يعرفه ولا ملتزمين به ولا يأخذون أقواله فيه أخباريين فيه أصوليين فيه محققين فيه ناس مستطاة فيه كل شيء يعني ما ننخل كلام من خطيب معين أو كاتب معين حتى نحكم على الآخرين خلنا نكون معتدلين ونبحث عن القضايا الجوهرية التي تجمعنا والقضايا الجوهرية في الخلاف حتى نحلها والقضايا الهامشية والجزائية والبسيطة نسامح فيها ونتعايش فيها ونتحد مع بعضنا البعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته